السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعدنا مع الحلقة التانية من مسلسل لحم غزال وزي ما شفنا في نهاية الحلقة الاولى ان الجيران طلعوا يجروا على شقة عالية عشان يشوفوا الدخان ده جاي منين طبعا وعالية كانت متوترة جدا ومش عارفة تعمل ايه تفتح الباب ولا لأ او في الاخر راحت فتحت الباب ولما الجيران سألوها عن مصدر الحريقة قالت له من السبرة اتقلبت وولعت في حتة صغيرة وهي طفتها وما فيش داعي للقلق وبعضهم كان عايز يدخل عشان يتطمن طبعا هي رفضت ان اي حد يدخل والمشهد اللي بعد كده كان المعلم مأمون بيتوضى وقاعد يقرأ قرآن اما علي ابنه فكان صهران مع رجال اعمال وبيتفقوا على مشروع واول ما علي رجع البيت ابوه سأله عملت ايه قال له تمام فطبعا ابوه فرح جدا انه هم خلاص هيعملوا المشروع وقال له انت عارف ان ده كان مشروع العمر اللي بحلم به من زمان اما المشهد اللي بعد كده فشوء راحت لعاليا البيت ولقيت الاتيل مرمي في الارض فعاليا قلت لها ده كان خلاص هيعترف ويقول لي مكان ابني فين شوء قلت لها لازم نمشي من هنا وتسيب المكان ده ومحدش اصلا يعرفك هنا عليا طلبت من شوء اللي هي تساعدها في نقل الجثة من المكان ده فطبعا شوء رفضت وقالت لها ما قدرش امدي ايدي عشان خاطر امي وابني حاسبهم لمين وقالت لعاليا ما تزعلش مني فعاليا قلت لها طب خلاص امي امشي انت ملكيش دعوة من موضوع ده وبعد شوية شوء رجعت لعاليا تاني وجايبة معها تلج وقالت لها عشان الريحة ما تطلعش وقالت لها الشرع مليان ناس دلوقتي مش هينفع نعمل حاجة يخليها بالليل ولازم ننزل السوق عشان محدش ياخد باله وفعلا نزلوا السوق والستات اللي معاهم في السوق قاعدوا يتكلموا عليهم علشان موضوع الحريقة طبعا اللي حصل عندها امبارح في الوقت ده مرأة الراجل اللي تقتل كانت بتدور على جوزها وجاي تسأل عليه في السوق ومصورة قال لها ما شفناهوش روح يسأله عليه في الاسم ولا حاجة سلامة صاحب الشقة راح عشان يتطمن على شقةه طبعا عليا ما كانتش موجودة في الشقة فطلع المفتاح عشان يفتح ويدخل يتطمن بنفسه وطبعا عليا كانت مغيرة كلون فمعرفش يفتح فرح لها السوق وقال لها يلا بينا دلوقتي عالشقة عشان اشوف ايه اللي حصل فيها قالت له مش هينفع دلوقتي انا من الصبح ما بعتش بجنيه وانت اخر الشهر عايزي لأجرة قال لها طب حفوت عليك بالليل قالت له انا قلت لك بكرة مش هينفع بالليل لغيت مصورة ما اتدخل وقال له خلاص خليها بكرة قال له خلاص عشان خاطرك خليها بكرة والمشهد اللي بعد كده علي وشوء نزلوا يستحبوا من بيتهم وركبوا تاكس وراحوا على فيلا ودخلت الفلا فلاقت ابوها فقال لها انت كنت فيني الوقت ده كله اما المشهد اللي بعد كده فظهر صبح بقرن كان قاعد مع سيد بيتفق معاه انه هو عايز يبوز المشروع بتاع المعلم مأمون بعد كده ظهرت علي وشوء وابوها وعلي قالت لابوها ان هي اتلت وطبعا في موضوع كبير بينهم حنعرفوا بعدين وطلبت من ابوها مفاتيح العربية وراحت هي وشوء على البيت عشان ياخدوا الجثة ويداروها وفعلا خدوا الجثة ونزلوا يحطوها في شانطة العربية في الوقت ده شافهم سواق تقطك فسألهم انتوا بتعملوا هنا ايه قالولو احنا كنا مندور على مكانيكي وسبوه ومشو علي وشوء راحوا الفيلا بتاعتهم وطلعوا الجثة من العربية وحطوا عليها بنزين وولعوا فيها وبعد ما حرقوا الجثة رجعوا على البيت تاني عشان ينظفوه من قصار الجريمة في الوقت ده شوء كانت خايفة ان حد يعرف موضوع الجريمة وتروح في دهية لكن علي طمنتها وقالت لها انا اللي عملت كل ده لوحدي وانت ملكيش دخل بأي حاجة بعد كده علي وشوء راحوا على السوق عشان يشوفوا شغلهم وسيد جيه وقعد يدايق في عليها راح تدربه بالسكينة في ايده وقالت له المرة الجاية هتيجي في رقابتك ولما علي لقى سيد بيعمل كده مسكه ونزل ضرب فيه قدام صبحي ابو قرن وطبعا صبحي ادعي جدا لان سيدة مسح بيه بلاط السوق وكمان فيه مشاكل بين صبحي ومأمون وعلي ابنه اما المشهد اللي بعد كده فعليا دخلت لعلي عشان تشكره فرد عليها علي وقال لها انا ما عملتش كده عشانك لو كان عمل كده مع اي بنت من بلاد السوق كنت هعمل نفس اللي عملته وبعد كده قال لها ان اخته وجوازهم جايين لهم البيت النهاردة وعايزها عشان تساعد في البيت فقالت له طب اديني العنوان وحاجي لكم بالليل اما المعلم مأمون فكان متدايق جدا من اللي حصل النهاردة في السوق واول معالي دخل المعلم مأمون اتنرفز جدا وقال له انت ايه اللي عملته ده عملت كل ده عشان خاطر بنت صايعة وقال له لو ما تجوزتش خلال شهر تسيب البيت وكمان تسيب السوق في الوقت ده عاليا جات عشان تساعد في البيت زي ما علي طلب منها وطبعا الكل قاعد يغلط علي على اللي هو عمله ده وقال لهم دي بنت غلبانة وانا بساعدها في الوقت ده عاليا سمعت الكلام اللي بيتقال عليها ودخلت عشان تقدم لهم المشروب فالمعلم قال لها من الفجر تلمي هدومك انت واختك وما شوفش وشكه في السوق خالص اما المشهد اللي بعد كده فظهر سيد وصبح القرن في السوق وكانوا بيتفقوا على علي وبيلمولوا رجالة عشان يموتوا وفعلا السوق ترشأ بالرجالة بتوع سيد وكل راجل منهم مع السف بتاعه واقف مستني الاشارة من سيد اما علي فقابل علي وقال لها خلاص الحج الببيض وانا كلمت عشانك ففرشي في اي مكان انت عايزاه وهنا تلع سيد وماسك علي وعطاله بالروسية فعلي وقع على الارض ودي كانت احداث الحلقة التانية من مسلسل لحم غسال لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس دكا يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة